ساحة التغيير بصنعاء هنا خيمة المحامين وهنا اتلاف العمال النقابيين وفي الجوار منتدى الاعلاميين الاحرار وهناك مهجروا الجعاش وإلى الخلف منظمة للطفولة وأن أطلقت ناظريك وجدت نشاطا حقوقيا أو فعالية مدنية هي إذن ساحة التغيير بصنعاء قبل سبع سنوات لا يختلف الأمر عنه في ساحة التغيير الموزعة على خارطة البلاد حينها الناس هنا من كل لطياف وكل منهم ثائر وضحية مسن يطالب بالقصاص من قتلة ابنه بعد أن تاهت قضيته في أروقة المحاكم منذ سنوات وموظف مفصول قصرا من عمله وثالث مضى على اعتقال أحد ذويه سنوات دون محاكمة ورابع متفوق صادر النافضون منحته الدراسية وخريجون من الجامعات لم يجد وظائف أو فرص عمل عززت فبراير ثقافة حقوق الإنسان والنضال السلمي كقيمة مدنية ورفعت منسوب الوعي الجماهيري بأدوات التعبير عن الرأي والأهم من ذلك أنها كسرت جدار الصمت حين يتعلق الأمر بانتهاك الحقوق وكرست مبدأ المساءلة الشعبية في بلدان لم تعد هذا النمط من الأصوات الحرة عام ونيف خاذ خلالها اليمنيون معركة حقوقية عادلة تحولت مدن الجمهورية إلى فعاليات مدنية وتجمعات سلمية في مواجهة سلطة قمعية أنتجت الأزمات والجوع وصادرت كرامة الإنسان سبع سنوات مضت من عمر النضال اليمني في سبيل الحقوق والحريات استوت فيها خميرة الحرية ولا تزال هتافات الثوار تتعالى في الأرجاء تصارع من أجل الوصول إلى دولة العدل وسيادة القانون رغم وطأة الثورة المضادة وإفرازاتها الكارثية ترجمة نانسي قنقر